بسم الله الرحمن الرحيم بناتي وابناء العزاء اهلا بكم مع محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا في مقرر الستوريج والجيناتك نكمل مع بعض النهاردة السيتوجيناتك وناخد الكاريوتيب عايزين نعرف يعني ايه كاريوتيب بس قبل ما نعرف يعني ايه كاريوتيب عايزين نعمل تحليل مهم جدا اسمه طبعا هتفاجأ الموضوع سهل وبسيط لكن في الكاريوتيب هناخد الديفينيشن ده الكلام اللي يجيهمنا في ابتحاناتنا والإنديكيشن والتكنيك والنورمال كاريوتيب تعالى تخيل ان انت سيادتك قاعد في عيادة الاطفال وبعدين جيتلك ممرضة من عيادة النساء بتقولها في الولحة يا دكتور البيبي ده جالنا فوق فيه كشك الولادة او جالك في العيادة الخارجية طفل بالشكل ده او طفلة بالشكل ده او طفل كده يا ترى هتطلب له ايه هتعمله ايه رقم واحد او رقم اثنين الحقيقة هتعمله كاريوتيب قبل ما تعمله كاريوتيب او لما تيجي تطلب له كاريوتيب في الغارب الممرضة هتسألك هو يا دكتور الكاريوتيب ده هنعمله للبيبي ولا لباباه والمامته كمان ده سؤال مهم طبعا انت ساعدتك هتجاوب عليه عملي ليه هتجيب مامته او جدته او اي حد من اسرته وبعدين انا افترض انها اعملت علشان الاسراءات تبقى ماشية منطقية هتسألها هو ليه اخوات هي بتقولك ايوه ليه تلات اخوات بنتين ولد طب عندهم مشاكل وراسية لا والله ما فيش عندهم مشاكل وراسية دول زي الفل الحمد لله طيب انت اخبارك ايوه واخبار باباه ايوه والله احنا كويسين ما فيش عندنا مشاكل بترسم كل البيانات اللي بتتقلك بالشكل اللي انا برسمه لك ده يبقى انت دلوقتي سألت عن الاب وعن الام طب ما تيجي نسأل عن العم والعمة يا طرى عندهم مشاكل او سمعت عن حصل لهم مشاكل لا والله ما فيش عندهم اي حاجة الحمد لله طيب بالنسبة لاخواتك اللي هم اخواء للولد وخلاته بتقول ايه بتقول ان عندي اخين توقم واخت بس كلهم الحمد لله ما فيش عندهم اي مشاكل وراسية بتقوم رسمهم بالشكل ده طيب وبعدين التوائم انت شفت قبلتك حاجة وراسية اللي هي التوائم هل التوائم ظاهرة في الاسرة ولا كانت مجرر حدث عابر بتقولك لو والله توماس الزوج عمه وعمته كان عندهم توأم ادي عمه ادي ادي توماس فين توماس ادي توماس فين باباه ده باباه بتقولك ان كان عمه وعمته توأم كان عمه وعمته ايه توأم طيب وبالنسبة لبابا وماما باباك يعني ومامتك قالت لي ماما قالت لي ان تيتا اللي يرحمها كان عندها كحة مزمنة وماله نرسم باباها ومامتها وبعدين نرسم تيتا اللي هي كان عندها كحة مزمنة قاسف اول سؤال كان المفروض اسأله لك هو فيه اقربة بينك وبن توماس بتقولك ايوه انا وتوماس ولاد عم طبعا انا غيرت في الراسم بتاعتي ولاد عم زي ولاد خالة زي ارايب زي ولاد ولاد عم كده يعني اي اقربة بنسميها كونسي جوانيك هنا انا عملت الفاميلي بديجري وفي الفاميلي بديجري انا رسمت تاريخ الاسرة الوراصي لكن استخدمت مجموعة من السيمبولز هذه السيمبولز مهمة جدا جدا في الفاميلي بديجري انا رقمتها من واحد لتمانية واحد معناها ايه اتنين معناها ايه ايه الفرق بين اتنين وستة وثلاثة واربعة ايه الفرق بينهم وخامسة معناها ايه طبعا اللون الاحمر ده مش مقصود ان يبقى به ان يبقى لونه احمر لكن المقصود بها خطين وسبعة وثمانية اذا انا رسمت مجموعة من السيمبولز اللي بيها اقدر اعمل فاميلي بديجري لأي حالة وراصية تقابلني في حياتي بسيطة سهلة ومهم اشهر فاميلي بديجري تعمل في التاريخ طبعا كانت الملكة فيكتوريا ولادة كلهم واحنا بنشوف حاجة عندهم اسمها الهيموفيلية علشان نشوف كام واحد في الاسرة جاله هيموفيلية من اول الملك ده او الامير ده مرورا بكل الاسرة يقدر نعده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر لحد من اول ما بدأنا الفاميلي بديجري لحد ما خلصناه كان عندنا عشر حالات هيموفيلية فين في عيلة الملكة فيكتوريا اذا ده الفاميلي بديجري خلصنا الفاميلي بديجري تعمل كاريو تايب بس قبل ما نروح للكاريو تايب عايزين نقول تلات معلومات مهمية المعلومة الاولانية بسيطة جدا ان النبات ده اللي اسمه فولوسوية بيطلع منه المادة بنسميها فايتوهيم أجليوتينيل فايتوهيم يعني نبات هيم يعني بلد أجليوتينين يعني تلزك يعني مادة لما حطها على الدم يحصل له تلزك لكن هذه المادة ايضا لقوها ان لو حطتها على الخلية اللي اسمها تيل انفوسيته ده واحدة من كرات الدم البيضة الموجودة عندنا في الدم بيحصل لها سيل ديفيجن بعد 24 ساعة يعني لو حطتها على الخلية النهاردة بعد 24 ساعة لها كم خلية كمان المعلومة التانية بتتكلم عن كلش السين كلش السين ده دراج مبور في السيطة الياض فايتو ايه بنستخدمه في ايه في حالات الكانسر ليه بنستخدمه في حالات الكانسر لانه بيوقف للسيل ديفيجن وايه علاقة السيل ديفيجن بالكانسر ما هي سيدي الكنسر الوسرة ثاني يعني ما هو الا انقسام الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه ده تعريف كلمة كانسر طبما انا لو وقتها انقسام هذه الخلايا يبقى انا وقفت على الاقل العنف بتاع الكانسر طب يبقى استخدم درجة بيوقف السيل ديفيجن اللي هو الكلش السين طب الكلش السين بيوقف السيل ديفيجن ازاي لو انت فاكر من الابتدائي ان الان السيل ديفيجن في حاجة اسمها الخيوط المغزلية خيوط المغزلية هي اللي بتشدة علي الكروموسومز اللي هنعرف معناها دلوقتي علشان تقسمها لنصفين لو انا منعت تكوين هذه تكون من بروتين اسمه تيوبيولين بروتين ايه رأيك هيكمل السل دفجان لا مش هيكمل السل دفجان ودي فكرة الكلشيسين يبقى الكلشيسين بييجي على الخيوط المغزلية دي ويمنع تكوينها فبيوقف السل دفجان عند المرحلة اللي احنا شفناها طيب رقم ثلاثة ان انا لو حطيت اي خلية في هايبوتونيك سيليوشن هيحصل لها سوينج هذا السوينج ممكن يؤدي الى ربشار افزي سيل انا شطرتي ان انا اعمل هايبوتونيك سيليوشن هيحصل لها سوينج هذا سو يعني الانفجار اخلي الخلية تنفخ معي لكن مايحصل لهاش ربشار فاستخدم هايبوتونيك سيليوشن لانى انا عندي هايزوتونيك اللي هو مكتوب والهايبارتونيك وهو ده مكتوب وابعدين استخدم هايبوتونيك سيليوشن وهو ده برضه مكتوب. ليسستخدم هايبوتونيك سيليوشن هيعمل لي ايه? اعرفه. طيب نرجع ثاني نسأل السؤال الاولان. يعني ايه? كاريو طايب. كاريو طايب معناها فوتوغراف اف ارانجد كروموسومز فروم اس انجلسل يعني ايه اخد صورة للكروموسومز بتاعة الخلية وبعدين ارتبها صحيح للكلام؟ طيب اللي قدام دي خلية يالله نعمل لها ترتيب هي فين الكروموسومز اصلا دي الكروموسومز دي انا مقدرش اشوفها الا والخلية في مرحلة الانقسام اما وهي في مرحلة الشغل زي ما انا شايفها دلوقتي مفيش اي كروموسومز تباني عندي بسمي ده كروماتين بسمي ايه كروماتين لكن امتى يبقى كروموسومز لما يبقى بالشكل ده دايما احب اشبهه بالبيتزايا احيانا يبقى عند البيتزايا كاملة كده مدورة واحيانا اقطاعها ل46 قطع ما تقولش ازاي ممكن اقطاعها ل46 قطع لكن انا دلوقتي اقطعت هذه البيتزايا الى 46 قطع بالشكل ده امتى بتتقطع لستة واربعين قطعة هو ونفس الكروماتين اللي انا شفته ده هقسمه لستة واربعين قطعة اسميهم انا كروموسومز امتى بيحصل التقطيع ده اثناء السلدفجن لا قبله ولا بعده يعني قبل السلدفجن كان الكروموسومز دي عبارة عن قطعة واحدة وبعدين بعد السلدفجن هيتحوله مرة تانية الى قطعة واحدة لكن لو انا عايز اشوف الكروماتين بتاعك صورة كروموسومز اصطاد الخلية اثناء السلدفجن وهي بتنقسم ازاي اعمل الحكاية دي دي سهلة جدا بعد ما اصورها ارتب الكروموسومز بالشكل ده يبقى اسمي ده ايه اسمي ده كاريو تايب ليه لان هقدر اطلع من الصورة دي عرض الكروموسومز اقدر اعدهم واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة هلقوم تلاتة وعشرين كروموسومز او تلاتة وعشرين بيرزقف كروموسومز واقدر اشوف شكلهم ولا ايه ده شكله مختلف عن ده واقدر اشوف الحجم بتاع والدها كبير وده صغير على سبيل المئض Piet Hochunya flexible طب يا طرأ لو اعملت لأي خلية من اسمي، الكاريو طايف بالشكل ده هلقيها شبه بعضها؟ لازم تبقى شبه بعضها dash me تعطيك يطلعو بعضه؟ لازم يطلعوه شبه بعضه طب امتا بقى ا reveal how 다른 asоля طب امت بقى اكتبها ال pasi رقم واحد اني قابلني حالة كونجينة الانومل زي اللي احنا شفناه او اني عايز اشوف الكنجينة الانومل ده اتنقل من الاب والام ولا هي حاجة خاصة بالبيبي اللي قدامي تفرق طبعا تفرق كتير لانك انت هتتسئل خلي بالك سؤال مهم جدا نخلف تاني يا دكتور ولا لو جبنا ولا لو خلفنا هيطلع البيبي بنفس المنظر بنفس الشكل وبالتالي هيبقى عبقى على ممكن يعادلها او عنده سندروم من السندرومز المشهورة ويعاني افضل يعاني هو واخواته الطبيب الافضل ان احنا ناخد قرار في عملية الحمل الجاي ده من يحدده غير سيادتك لما تطلب كاريو طايب للبيبي وللأب والام رقم ثلاثة في بعض حالات الانفرتيليتي او السكندر انفرتيليتي اللي هي قبل العاقى ان يكون الكروموسومة السيد بتاعي مش مزبوط اللي هي الكروموسومز بتاعت الاب او الكروموسومز بتاعت الام او الاثنين مش عارفين يتوافق مع بعض فكل ما يقبلوا بعض في الزايجوت ما يحصلش التوافق في يحصل الابورش يبقى مع الريبيت الابورشان يبقى احيانا يبقى سبب في منع الحمل واحيانا يبقى سبب في الريبيت الابورشان زي ما كنت بكلمة من شوية 40% من حالات الابورشان او الجهاض المتكرر بيبقى سببه عيد في الكروموسومات بتاعت الاب او بتاعت الام او الاثنين مع بعض رقم خمسة اعمل ايديتيفيكيشن للسيكس او بيبي طبعا اذا كانت المسألة بالنسبة لي كونفيوز او بالنسبة لباباه ومامته كونفيوز في الحالة دي اللي بيحكم بنا هو هو الكاريو تايب رقم ستة تريتمينت مزبوط لبعض حالات الكانسر وابدأ اشخص تشخيص دقيق لبعض حالات الكانسر واشهر كانسر او سرطان اقدر اصنفه او اوصفه من خلال الكاريو تايب هو حالات اللوكيميا او سرطان الدم اعمله ازاي الكاريو تايب ده بسيط جدا باخد عينة عينة دم من المريض يعني احط عليه مادة الهيبرين عشان امنع التجلط طيب كويس وبعدين لا الاول قبل ما اقول لك وبعدين عايز اقول لك ان احنا مش بس بناخد من البلود لأ ده ممكن ناخد من الامنيوتيك فيلود اللي هو الفلود اللي حوالين البيبي وهو لسه في بطل ممطق علشان اقدر اعمل برينيتال ديوجنوز يعني اشخص البيبي قبل ما يتولد ممكن لما يكون تشخيص دقيق انصح بان الحامل ده ترمينات يعني انهي قبل ما البيبي يتولد ممكن اخدوا من البولمارو لسه حكيلكم شوية اني بشخص به اللوكيميا يبقى اخد العينة بتاعت من البولمارو واشوف السلزل اللي في البولمارو دي هي الكروموسومز التهايتها حلوة ولا معيوبة ممكن اخدها من الاسكن لو اني صعبة جدا وانا ما شفتهاش الحاجة الاخيرة ممكن اخدها من الابورتوس عشان كده الاقي دايما في اسم النسف الكليات الكبيرة او في الاقسام الكبيرة او المستشفيات الكبيرة الاقي وحدة مخصوصة للسيتوجيناتك علشان اعمل فيها كاريو تايب للابورتوس اللي من خلاله اقدر احكم على رقم واحد ساب الابورتوس ده ايه رقم اثنين هل بريجنس اللي جاي يمشي ولا ما يمشيش رقم ثلاثة من اللي مسؤول عن هذا الكنجينيت الانوملي الخطير هل الاب والام ولا واحدة ولا واحد منهم بس اخدت العينة في الغير بتكون بلاد او هنا اشتغل على البلاد دلوقتي هاخد العينة احطها في ميديم يعني في بيئة غزائية مناسبة زي البيئة اللي كانت عايشة فيها لما كانت في البلاد واضيف عليها المادة اللي اسمها ايه الفايتوهايقطينين احنا عارفان دلوقتي الفايتوهايقطينين هنيعمل ايه حير差 او عالى لانا يعمل لها سيل بيجين اللي جا Brandwein أربعة مليون في نهاية الثلاثة أيام أسيبها يوم واثنين وثالث يوم بقى عند ستاشر مليون عايزين ينقسم في اليوم الرابع ويبقوا اثنين وثلاثين مليون لكن أنا في الوقت ده هتدخل بالمادة بتاعت اللي اسمها لما أضيف على المنبوبة بتاعتي مادة الكولشيسين هتمنع السيلدفيدين اللي جاي بتاع اليوم الرابع ما احنا اتفقنا ان كل 24 ساعة في السيلدفيدين إذا أوقف السيلدفيدين اللي كان هيحصل في اليوم الرابع أوقفه فقال مرحلة في المرحلة دي اللي بسميها في الميتافيز ألاقي الكوروماتين اللي كان جوه نيوكلاس فاكرين نيوكلاس ما كانت بتزيع واحدة دلوقت بقت متقسمة لكم قطع ما تقوليش ست قطع لا بتقسمها لستة واربعين قطع بسميهم ستة واربعين كوروماتين او ميتافيز كوروموسوم يبقى دلوقت بقى عندي ايه لو بص كده في الأنبوبة على ايها مليانة سيلدز كل خلية فيها ايه فيها ستة واربعين قطعة من الكوروماتين انا بسميهم كوروموسومز كويس عايز اطلع الكوروموسومز دي من جوه الخلية هذه الخلية حقيقة بالتنفرج عليها على الشريحة بتاعتي واسورها اعمل ايه هاجب الأنبوبة دي واحط عليها الهايبوتونكسليوش اكيد تفاكرين الهايبوتونكسليوش هي تنفخ الخلية لكن مش هيربشر طب كويس عايز بقى اربشر الخلية دي علشان اتفرج على الكوروموسومز الجواها اعمل ايه هاخد العينة بتاعتي وابدأ اعمل نقطة نقطة على الشريحة والنقطة نزلة على الشريحة هنبص مع بعض كده هل ليه إيه اللي يحصل السلزب تنفجر تقوم الكروموسومز تترسب على الشريحة الإزاز بتاعتي أخذ الشريحة أسبوغها بجيمس ستين وانتوا عارفين الجيمس ستين طبعا إرتوها في الستينين وبعدين أخذها بعد ما أسبوغها أحطها تحت الميكروسكوب اللي عليه كاميرا وأصور أخذ اللقطة بتاعتي لما أخذ اللقطة بتاعتي أبدأ أرتب الكروموسومز أرتبهم إزاي أخذ الأول أقص أص بالمقص أقص أص منا معي كارت دلوقتي ورقة مرسوم عليها ستة واربعين كروموسومز بصورهم وطبيعهم على البرينتر أخذ أكبر مجموعة كروموسومز الأول وأحطوهم في جنب وبعدين أخذ المجموعة اللي أصغر منهم شوية وأحطوهم في جنب تاني وأسميهم ميديم سايفس وبعدين أخذ أصغر مجموعة وأحطوهم في جنب تالت وأسميهم ثلاث مجموعة مجموعة لذلك الثلاث مجموعة يمكن أن تقوم بقاعدة هدو الأول والستين عندي وعندك أيها بالشكل ده بالشكل ده طيب عايزين نعمل كاريوطايب عشان نخلص من محضرة يبقى عشان نعمل كاريوطايب سعود جايب باصص بصة كده على الكروموسومز دي في هنا نقطة كده لونها مختلفة بسميه إيه بسميها سنترومير طب يا طرلس سنتر ومين هنا زي السنتر ومين هنا زي السنتر ومين هنا زي سنتر ومين هنا life i shores cons Seems 대략 ايه الفرق بين دي وبين ده ده في النص بالزبق فبسميه ميتا سنتر كرومسوم كويس تابو ده لا ده مضطر طفق شوي اسمي ايه اسميه صب ميتا سنتر كرومسوم يبقى لعندي كم نوع من الكرومسوم دلوقتي خلي بالك نوعين واحد ميتا سنتر والتاني صب ميتا سنتر يبقى اخدوه في جنب كده واخددوه في جنب كده يبقى لعندي كم مجموعة دلوقتي مجموعتين مجموعة مجموعة صاحب صحيح والمجموعة الثانية في الفارق بين دي وبين دي ايه ان الكرومسوم هنا ميتا سنتر في لكل كرومسوم هنا صب ميتا سنتر طب المجموعة دي لو بستت عليها كده اللي هي ميديان صيز دو كرومسوم دي هل السنتر في المجموعة دي كله شابه واحد قسيبهم كده مع بعض ولا مختلف نبط كده هلقي هنا مختلف يبقى اذا انا عندي مجموعتي مجموعة ساب ميتا سنتريك والمجموعة الرابعة ده مش شابه دي ليه السنترون من الترطف قوي فبسميها اكرو سنتريك كورموسومس سميها ايه اكرو سنتريك كورموسومس يبقى انا عندي دلوقتي كام نوع من الكورموسومس اركزنا حكدا عندي gelirيريريريردautre متاسنتريك ولمجمه عزيز حسب ميتا سنتريك كورموسومس ولارج ساب ميتاسنتريك، ولدييها نقيلكى مهم وهي مجموعة أكرو سنتريك كورموسومس جسي... السؤال والسجي لا موجود اعجابة لا يوجد مهم quintage sous ميتاسنتريك الكورموسومس اجد الى الاوجي لا ما حقا في الاقتحام هmış الانسان طبعا بتكلم على الانسان طيب المجموعة الصغيرة ، يترى الكروموسومس بتاعتها من أنهى نوع من الثلاثة الى فوق ذلك ه دي ثلاث أنواع بشورت ميتاسنترك كروموسوما وميتاسنترك كروموسومس وفيه أكروسنترك كروموسومس لاحظ معي فكل كروموسوم عبارة عن بير لكن إن شاءت المجموعة وده واحد والواقف لوحده صح ؟ صح ؟ مين أخوه من الشلاله أخو؟ طيب ده كمان من قناة مجموعة من السمول السنتروميت بتاعه فين؟ يغطر أصاب متاسنترك ولا متاسنترك ولا أكروسنترك؟ لا أكروسنترك برضو أخو ندور له على إيه؟ ندور له على أخو يبقى ده ما عادش ليه حل غير من يبقى أخو ده فأضطر أسمي ده Y كروموسوم وأسمي ده X كروموسوم يبقى الكاريوطايف بتاع دلوقتي إيه؟ ميل كاريوطايف إيبقى إحنا يعرفنا أي ماية؟ ميل كاريوطايف لو لقي Lot X والY كروموسوم يبقى ده الميل كاريوطايف يعرفنا الميل كاريوطايف بينتمي لأني مجموعة للمجموعة G طب الX كروموسوم بينتمي لأني مجموعة للمجموعة C يانتمي إيه؟ يانتلاقي عندما تصنف فأصنف فأصنعه ميتاسنترك كروموسوم لكن الميل كوروموسوم أصنفه أصنف ايه؟ المجموعة ج کی ليه؟ 힘 اتصنف الم комментарية افتكرا ان احنا عرفنا دلوقتي الف ميل هيبقى شكلها ايه ليه لا هيبقى عندها اتنين من الكروموسومز بينتاموا للمجموعة سي لكن عددهم اكتر من الكروموسومز بتاعت المجموعة سي بتاعت الميل باثنين كروموسومز فاخدهم كده على بعضهم واحطهم عند ال احنا عرفنا ايه الفرق بين الميل والفيميل كاريوتيب وعرفنا ايه الداتا اللي ممكن اطلع من الكاريوتيب اطلع النمبر والسيز والشي ده ان القياس اللي على اساسه اقدر اقول لو واحد بقى عنده سبعة واربعين كروموسوم بدل ما هم ستة واربعين يا طرى يبقى عنده ايه هيبقى السؤال الكروموسوم hun الزيادة ده رقم واحد ولا في رقم ااتنين ولا في رقم واحد وعشرين ولا في الا كهاس كروموسوم ولا في الا كور نظام الكروموسوم اللي زا دي عندي اعرف هزا اقنى من غير باية من يعمل كاريوتيب مقدرش طبعا دي رقم واحد رقم اتنين ممتن يكون واحد عنده ستة وااربعين كروموسوم لكن الكروموسوم ده ازعى صغير ده معناه ان튼 هو ما بقريش فيه المفروض تم میبقى موجود فيه assumانيا بقى موجودة فيه Ian المشاكل خاصة بالكروموسوم اللي انا شاورت عليه ده. ده يبقى ده تشخيص ثاني يبقى مرة من النمبر مرة من ومرة من الشكل زي ما هناخد بعد شوي. يبقى اذا ده اللي قدر اشخص به لكن النهاردة واحنا في الانتروداكشن اللي مطلوب مننا بس نعرف النورمال. النورمال كاريوتيب ده نورمال ميل كاريوتيب او بنسميه ميل كاريوتيب. الميل كاريوتيب بيتماهز باي 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 في الامتحان هجلنا الصورة دي صح لكن ما اقول هكتب لك الاكس وي لا طبعا. لكن همسح لك كل تحت ده واحط لك الكاريوتيب وساعدتك اللي هتشخص. ده برضو الكاريوتيب. امال ده ايه بقى واحد اقول لي عليه كاريوتيب لو جالك في الامتحان وكتبت كاريوتيب هنزعل منه. علشان كده ده متسميه سبريد. سبريد ده انا ما اقدرش. لو انا حط خاصة لو انا خبرته ضعيفة ما اقدرش احكم عليه واقول مسلا ده مين ولا في مين. لكن لازم الاول اعمله كاريوتيب. طبعا ما على هاي التكنولوجيا اللي احنا عايشينه ما يصحش قاعد ارسم وصور ولقط صورة واصاص والكلام ده كله. انا هاخد عينة من المريض اعمل لها كالشهر بالطرقة اللي انا حكيت لكم عليها من شوية. وحطها تحت الميكروسكوب وبعدين على الكمبيوتر زي ما انت شايف. هبدأ ااخد الصور اللي اتبغى القارن الكاريوتيوب ده بالكاريوتيوب ده بالكاريوتيوب ده بالكاريوتيوب بتاع المريض اللي قبليه بتاع النورمل. وممكن اشخص منه لو سوفتي وير بتاعي قوي يقدر يشخص لي المريض بتاعي وتنتهي الحكاية. لكن طبعا يبقى الطبيب امتى هيطلب التحليل امتى ازا يقرأ التحليل وازا يحكم على جودة هذا التحليل واذا كان هو آه ماشي معه ماشي مع الكلينيكل بتاعه ولا مش ماشي مع الكلينيكل داتا اللي هو شايف. اذا عرفنا يعني ايه كاريوتيب وعرفنا الحكاية كلها. دي بقى دي اللي احنا هنقراها مع بعض. في الكتاب بكتوبة بالكتاب بالتفصيل. رقم واحد باخد العينة. رقم اتنين بعمل لها كالشر لمدة ثلاثة ايام. بعد ثلاثة ايام بحط الكولشيسين وبعدين احط الهايبوتونيو. سليوشي. عرفنا الكلام ده وشوفناه. طيب بعد كده الخلايا المكعبرة دي الخلايا متنفخة دي اعمل لها وبعدين اعمل واخد لقطة بتاعتي واسقص الكروموسومز وارتبها على الورقة بتاعتي. لكن طبعا انا مش ناسي افكرك ان في كومبوترائيس سيستم بيعتمد على الامج اناليسيس بيعمل لي الحكاية دي كلها. كويس؟ الكاريوتيب اتبع في ستاندرد فورم. يعني ستاندرد فورم؟ يعني انا عندي فورمة سابتة بقيس عليها زي المتر كده ما بيقيس عليك كل حاجة انت عايز تقيس او الكيرو. بتوزن بيه كل حاجة انت عايز توزنها. برضو عندي صورة الكاريوتيب بتاع الانسان وبتاع الاصدر اقيس عليه اللي انا صورته اوكي؟ لكن النورمال كاريوتيب طبعا برزنتد ان ستاندرد فورم. الشخص اللي انا عملت له كاريوتيب ده عايز اوصفه. هقول ايه الكاريوتيب بتاعه ستة واربعين كروموسوم اكس واي. افهم من كده ان هو ايه؟ نورمال ميل. طب ستة واربعين كروموسوم اكس اكس. يبقى انا فهمت ان هو ايه؟ نورمال في ميل. يبقى لو حدنا نلخص الموضوع ببساطة جديدة احنا اخدنا النهاردة الديفينيشن والانديكيشن. دي اهم من قططين عايزك تعرفه. ايه هو الكاريوتيب وايه انت قطلوا بالكاريوتيب طبعا هم احنا قلنا كزا حاجة لكن دول الاربع حاجات ايه المهمية؟ المجموعات بتاعت الكروموسوم وتوصفها الجروب ايه؟ الكروموسوم بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها الارجو كروموسوم. السنترومير مالو؟ ميتا سنتر الكروموسوم. طب المجموعة بي وهكذا الحد موصل للمجموعة جي لكن صورة الميل كاريوتيب النورمال ميل كاريوتيب والنورمال في ميل كاريوتيب دول مهمين في الامتحان بتاعنا. لو هنيجي نبص على الامس كيو. ويا رب قبل ما خلص المحاضرة يكون واضح عندنا الحاجات اللي احنا المفروض نسمعها والحاجات اللي المفروض نعرفها. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.